ثم إن العبد كلما أقبل على الطاعة كان الشيطان عليه أحرص ولهذا يعرض للناس من الوساوس في الصلاة ما لا يعرض لهم إذا لم يصلوا لأن الشيطان يكثر تعرضه للعبد إذا أراد الإنابة إلى ربه والتقرب إليه والاتصال به فلهذا يعرض للمصلين ما لا يعرض لغيرهم عن أبي العلا أن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثا قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني رواه مسلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر